أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الأربعة ستة واحد القمر ما زال موجود في برج الميزان في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكذ فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل طبعا بما أن القمر موجود في برج الميزان فتأثيره رح يكون علينا بالفترة هاي يعني هاي الفترة أفضل فترة عاطفية خصوصا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر من كون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت بشكل كامل في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبواسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب واغتناء حاجية جميلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية اليوم رح تكون عندناه عند ثلاث حركات فلكية أول زاوية رح تكون زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون فيه تمام الساعة التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة قبل الظهر وهذا الاتصال طبعا بما أنه سلبي بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا هي المريخ وانتقاله من الحمل لبرج الثور وهي الانتقال هذا رح يكون الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة مساء طبعا ما رح نحكي عنه بشكل مفصل لأنه عملنا حلقة كاملة عن الانتقال هذا هي رابطها بيطلع في أعلى الصفحة بتقدروا تروحوا تسمعوا تأثيره طبعا على جميع الأبراج وتأثير الانتقال وإيش المتوقع للأبراج في خلال الفترة الثائل الجاية وإيش بدهم ينتبهوا بالضبط طبعا الانتقال هذا رح يمكث المريخ في برج الثور حتى فجر يوم أربعة ثلاثة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو ورح تكون في تمام الساعة 11 واثنين وعشرين دقيقة مساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بالنسبة لخلو المسار طبعا خلو المسار رح يكون يوم الخميس سبعة واحد بيبدأ في تمام الساعة خمسة واربعة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى الساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا لينتقل بعد القمر لبرج العقرب بالنسبة لخلو المسار للشهر كامل موجودة في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا للتواريخ أو للأوقات اللي انتوا حابين تستفسروا عنها خصوصا عشان تعرفوا خلو المسار خلال الشهر امتى بالنسبة لعمر القمر القمر المربع اليوم هو المربع الأخير 23 يوم في تمام الساعة 10 و19 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة بتكون خمسين في المية يعني منتصى نصف البدر تماما أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا بالنسبة للشمس في الجدي حتى يوم 19 واحد مزاجها سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الميزان حتى يوم 7 واحد مزاجه سعيد بنسبة 15 في المية عطارد في الجدي حتى ثمانية واحد له بكرة منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في القوس حتى يوم 8 واحد سعيدة بنسبة 45 في المية برضو بكرة رح تنتقل المريخ زي ما حكينا هو موجود بالحمل بدي ينتقل للثور في ساعات المساء ورح يمكث فيه لغاية 4 ثلاثة منتحس بنسبة 75 في المية بسبب زوايا التربيع الي بشكلها المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة بعدين بنتقل للحوت منتحس بنسبة 50 في المية بسبب زوايا التربيع زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10 في المية يوم 23 خمسة بيبدأ عملية التراجع ورح نصف الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد هو منتحس بنسبة 10 في المية لأنه برضو بشكل زوايا تربيع نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة بعدين بيبدأ عملية الترجيع مزاج وسعيد بنسبة 15 في المية بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة برضو مزاج وسعيد بنسبة 15 في المية طبعا 27 أربعة هي بداية التراجع القادم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم جديد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو إتمام خطبة أو زفاف ببعض التأثيرات السلبية رح تكون ممكن تكون متاعب عائلية أو مهنية أهمش إنك ما ترتجل المواقف وتجنب الانتقادات في العمل برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكن تجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم باكر لعملك وما تلتهي الإنشغالات كثيرة وممكن إنك يعني ما تنجح في إتمامها كلها أهم إيش إنك تنظم وقتك وحاول إنك ما تقصر يعني حاول إنك تجتهد برج الجوزة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم ومتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة بيتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره الفترة هاي بتحمل انفراج وخبر سر برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم إيش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي برضو بتحمل بعض المصاريف الإضافية برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوزعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة يعني تعتبر للتواصل بناء مع الآخرين بتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم إيش إنك ما تضيع الفرص برج العذراء ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على الأمور المالية أو ممكن تخلق لبعض المصاريف تيجي إما طبية أو استشفائية طارئة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت لا تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ وتهنأ بإعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب ما زال التعب أو الملل مسيطر عليكم اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم وبتخف وطيرتك وممكن تشعر بالملل فممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغى وممكن ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية جدا برج القوس ابتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد في هاي الفترة برج الجدي يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم قدم أفضل ما لديك وما تتهرب من المسؤوليات المكالئلك أو من أداء الواجب لأنك بتضر بمصلحتك بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة برج الدلو ابتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان لا تستسلم بل كرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هاي أفضل أيام الشهر وبترتفع حظوظك وربما تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش موضوع معين برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لا تهملوا صحتكم بتناقش موضوع تمويل أو قرض ما وبتناقش مواضيع مهمة وبتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر